السلام عليكم البنات كديرين لبس عليكم تمنى رشاء الله يارب تكونوا كاملين بخير وعلى خير وجمعة مباركة عليكم اليوم رشاء الله سنشارك معكم واحد الوصفة رائعة بزافة البنات طوب هذه الوصفة هذه بديل ماسكرا بمقونات طبيعية التي تساهم بشكل كبير في تكتيف الحواجب وإنبات الحواجب ومزيانة الشفران ديالنا ومقوية وكالطول لكم الشفران ديالكم وصفة طبيعية ورائعة بزاف نتمنى انكم تجربوها لانها مضمونة مية في المياه وناجحة هذه الوصفة نستعملها دائما ونحضرها بوحد الزيت الخرواع هذا الزيت البنات لا يخطانيش دائما يكون عندي ما عمروك يخطاني إلا تقادة كنناخد واحد آخر كنستعمله حتى الشعري وكنستعمله في هذه الوصفة اللي هنعطيكم دابة كونهم متأكدين إلا استعملتوا هاد الوصفة غادي نتستغنوا عن الماسكرا لأن هاد الوصفة اللي هنحضر معاكم بديل الماسكرا كأنك تستعملي الماسكرا ولكن ليه شافتك يعني دير الشفران ديالك هاد الماسكرا اللي هنحضره اليوم هاد الماسكرا يعني شريتيها ماشي ماسكرا طبيعية حضرتها في الدار كنوا متأكدين أنها وصفة رائعة تابعوا معايا الفيديو كي نرى المكونات المهم أول حاجة نحتاجها هي الزيت الخرواع ضروري يكون فضل وصفة هذه بل زيت الخرواع ممكن نحضرها الزيت الخرواع وراكم عارفين فوائد الزيت الخرواع على البنات تطول الشعر بوحد السرعة الكبيرة كي يحفز الشعر على النمو وتنشط لنا وحتى البصيرات مهم زيت وعلى البنات مفيد بزاف ضروري كيف ما قلت لكم زيت الخرواع واحد نقطة مهمة خوضوه من لفاغماسي لا تأخذوه من بلاسة اخرى خوضوه من لفاغماسي لانه يكون زيت طبيعي 100% لا يكون مكشوش هانتوما الكتفة ديالوكي في جديرة يعني الزيت كي يكون تقيل من اللي غانستعملوه في هذا الوصفة من اللي غانستعملوه الشفران ديالكم كأنكم دارين الماسكارا لانه هو معلك تقيل ماشي زيت في حل الزيت الاخره وهو كمتل تستعمله زيت الخرواى وعدنا هنا النواس ديال التمر لم اتعرف لا النواس ديال التمر هادوا كاملين حرقتهم في الفرن ا 중 اضغطوا من الفران او كحلين هنا نواس التمر يعني العظومة التمر عندي هنا اللوز اللوز البنات غير شوية شوية من الحاجة وعندي هنا نواس العظومة بالنسبة للزيتون انا استعملت العظومة مرقة طبيعي بدون صودة بدون مواد اضافية لخيبة اذا انا اول حاجة سوف نطحن هذا الشيء سوف نطحن بودرة ونردع معكم كي نكمل معكم الوصفة انا بحنت هذا الشيء مزيد هذا العظومة التمر مع الزيتون مع الحبات اللوز بحنتهم مزيد حتى حصلت على بودرة بودرة ناعمة تتطحنهم وتتغربهم في غربة بودرة ناعمة بالنسبة للبنات بالنسبة لهذا الشيء سوف تحرقوهم مزيان ذلك العظومة الزيتون مع التمر مع اللوز سوف تحرقوهم مزيد لكي يخرج لكم اللون اسود لون البنات كيف يدير لون اسود لكي تأتيكم الماسكارا مزيدة وتأخذوا غير البودرة لكي تخلطوا هذه الخالط يأتيكم في حل الماسكارا إذا كنتم تخطيطوا الخالط مطحون حرش لا تأتيكم الماسكارا حاولوا انكم تغربوه مزيان 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 سوف نأكد لكم على هذه النقطة سوف ندوزل طريقة استعمال أو طريقة تحضير سوف نأخذ البودرة عنتم البنات سوف نأخذ هذه البودرة سوف نزيد زيت الخرواع هذه بديل الماسكارا البنات هذه الوصفة التي نحضرها اليوم بديل الماسكارا سوف نرى نتيجة رائعة سوف نستعملها الشفران كماسكارا سوف نستعملها حتى الحجبان سوف ننزيد سوف نزيد زيت الخرواع ونزيد مزيد سوف نزيد ونزيد من الماسكارا سوف نزيد ماهوك هذا الوصفة امنة وصحية وزوينة بزاف وكونوا على يقين ان الماسكارة التي نستعملها تؤثر بشكل كبير سوف نستعمل هذه الوصفة مكونات صحية وستعملها بكل طيقة لا تخافوا منها عانتوا من البنات سوف نزيد بعض الزيت لان انا نزيد الزيت حتى نحصل على الخالط نزيد ونخلطه ونزيد ونخلطه حتى نرى الخالط ونزيد 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 خليط خفيف نوعا ما كيف ترى معي سوف نزيد اخذوا ماسكرا كما قلت لكم انه مرد كما قلت لي هذا ما نزيد ماسكرا 오늘 من البنات سوف نزيد سوف نزيد نزيد انتهي مرد ونتجز اغليكم حتى حجبانكم يعني اللي عنده الشيء في الحجبان مزيان هذا الوصفة اخذوا البنات شيء حق تغسلوه مزيان انا عندي هذا خاوي نضيفه النص نضيفه في المسكرا والنص تضيفه هنا الحجبان ستضيفه و ستبقى تتاخذ في حال هكذا اخذوا العود الودنين اخذوا العود الودنين و تبقى و تستعملوا الحجبان اتوضعوا في حال هكذا الخالط و تستعملوا على الحواجب مفيد بزاف البنات و وصفة امينة و صحية و ما عندكم منش تخافوا تستعملوها و انتم مرتاحين عندما يعني كتسبغ الحواجب و مفيدة و في نفس الوقت فيها زيت الخرواع اللي يقوي لكم الحجبان ديالكم المهم غير باش نقول لكم كيف ستضيفه هنا خصوصا ان هذا الخالط لا يجب ان يبقى تقاس بلدين بزاف لان انا ستستعملوه للشفران حاولوا انكم اخذوا واحد الابرة و ستجروا بحلاكة و ستعمروا الماسكارة فهمتوا البنات كيف المهم بالنسبة لهذه الماسكارة حاولوا انكم تبعدوا شوي على عينيكم راكم عارفين العينين كيبقوا حساسين حاولوا انكم تديروا غير شفران بلا ما تتقيسوا الماسكارة تقسليكم الداخل العينيكم صافي كانت هذه الوصفة اليوم وصفة طبيعية لتحذير ماسكارة مفيدة و مقوية للرموش و تحفز الشعر الحواجب و حتى الشفران لكي ينمو و تكون لديهم الكتافة و يزوين نتمنى ان شاء الله لا تنسوا الغزالة من لايك الفيديو اعافكم اضعوا لايك البنات لكي يظهر الفيديو لديهم استفسار او سؤال و لا تنسوا تجربوا الوصفة اليوم كيف العادة تجربوها و تجربوا الوصفة كيف اجدتكم الوصفة لكي يدخلوا الفيديو نقرأوا التعليقات و من التجارب و كنشكركم مرة اخرى و اللي اول مرة تشوف القناة ديالي كنقولها مرحبا بك نضمي القناة و فعلي الجرس و كنشكركم مرة اخرى و على الدعم ديالكم اللي يخطيكم البنات اللي يحفظكم و يصير امركم و ان شاء الله مع وصفة جديدة كيف العادة و فيديو جديد دائما سنوني مع الساعة السبعة و باي باي البنات